التحضيرات جيدة والاستعدادات كانت جيدة خلال أسبوع اللي طاف بعد تأجيل الجولة السابقة كان عندنا وقت كافي أن نحضر للمبارة هذه لكن دائماً ما أمبريات السد تكون أمبريات صعبة شفنا السد في كل الظروف كان منافس صعب على أي فريق يواجه السد وإن شاء الله أننا جاهزين للمبارة هذه وراح نقدم أفضل ما عندنا للظهور بشكل مميز إن شاء الله في المبارة هذه أعتقد فريق السد يبحث عن التعويض بعد فقدان معظم لعبينا في السبع الجولات الأولى أيضاً نحن نبحث عن الظهور بشكل جيد نبحث عن الثلاث مقاط مباريات العربي والسد دائماً ما تكون مباريات حماسية مباريات تنافسية مباريات صعبة وإن شاء الله أن الفريق جاهز للمبارة هذه يشاء لا بالعكس نحن نأخذ كل مبارة لها ظروفها وكل مبارة لنا أهدافنا منها وهدفنا من المبارة القادمة الفوز والحصول على الثلاث نقاط هي فقط مباراة وإحنا كل مبارة يعني ما نفكر في الدوري ولا نفكر في نهاية الدوري وين راح يكون وضعنا في جدول الترتيب نفكر فقط في المبارة القادمة وإن نظهر بشكل جيد فيها أعتقد جماهير العربي دائماً ما كانت حاضرة خلف الفريق منذ تواجدي هنا ما شفتين مبارة تخلم الجماهير العرباوية وإن شاء الله نتمنى أن مساندتها وحضورها للمبارة القادمة أيضاً